دراسية وتنظيم الامتحانات لا بد من تأكيد سيدات السيدة المستشار المحترمون على أن الوزارة في إطار مقاربة استباقية انكبت منذ إعلان بلادين تدابير طوارئ الصحية على الاشتغال على كل سيناريوهات الممكنة لضمان استمرارية البداغوجية وتدبير ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي وفي هذا الصدد نهجت الوزارة مقاربة تشاركية عملت من خلالها على استقراء أراء ومقترحات جميع الفائلين التربويين والإداريين من أساتذة ومفتشين ومناظرة المؤسسة التعليمية ومؤسسة التعليم خصوصي وكادا جمعيات أمهات وأبا وأولياء التلاميذ والشركاء الجماعيين على المستوى المركزي والجهوي حيث توصلت بعدة اقتراحات والتي صبت في مجملها في نفس التصور الذي بلورته الوزارة ويرتكز هذا التصور على المحددات التالية أولا الحفاظ على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية تانيا تطور الوضعية الوبائية ببلادنا ثالثا إجاز 70 إلى 75% من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية قبل تعليق الدراسة بـ 16 مارس 2020 وبالتالي فإن إقرار سنة بيضاء أمر مستبعد تماما رابعا التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري لكنه كان الحل الوحيد والأمثل في الظروف الستثنائية التي نعيشها لضمان السمرارية البداغوجية خامسا ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين سادسا مراعاة تفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تعطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظار وأخدا بعين اعتبار هذه المحددات قررت الوزارة عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل والاقتصار فقط على تنظيم امتحان الباكالورية والذي يهم السنتين الأولى والثانية باكالورية من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية باكالورية في خلال شهر يوليوز الفين وعشرين إجراء الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالورية خلال شهر شتنبر الفين وعشرين وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين ستشمل مواضع الامتحانات حصريا الضروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة أي إلى حدود 14 مارس الفين وعشرين وبهدف تمكين المترشحات والمترشحين من جياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف ستتم برمجة حصة مكتفة عن بعد للمراجعة والتحضير الامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية باكالورية وفي هذا الإطار وحفظا على الصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم هذا الامتحان على وجه الخصوص وكافة المواطنة والمواطنين على وجه العموم ستعمل الوزارة على تفعيل التدابير التالية اتخاذ إزراءات الوقائية الضرورية تعقيم مختلف مرافق المؤسسة التعليمية عدة مرات في اليوم وتوفير الكمامات الوقائية ومواد تعقيم وأجهزات قياس الحرارة والعمل على احترام التباعد الشمائي والتخفيف من أعداد المترشحين بكل قاعة ثم اتخاذ إجراءات تنظيمية اللازمة من إعداد المواضع وتدبيل لمختلف عملية الامتحانات واستعمال لفضاءة شاسعة كبعض المنشآت الرياضية وتدبيل لإطعام وتنقل تراميذ أما بالنسبة لباقي المستويات الدراسية فسيتم احتساب نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة حضورياً كما ستعمل الوزارة على مواصلة تفعيل سمراري البداغوجية إلى نهاية السنة الدراسية لفائدة هذه المستويات من أجل استكمال المقرارات الدراسية وتوفير دعم تربوي اللازم عبر الحرص على استمرارية عملية تعليم عن بعد وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقناوات التلفزية والقراصات التي سيتم توزيعها وهنا ينبغي التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينتهي بعد وأن المحطات المتبقية تكتثي أهمية بالغة في المصار الدراسي للتلميذات والتلاميذ كونها ستؤثر إجاباً على فرصهم في مواصلة دراستهم مستقبلاً في أفضل الظروف لذا أدعو التلميذات والتلاميذ والأطور التربوية والإدارية والأسر إلى المزيد من التعبئة والانخراط في إنجاح المحطات الأخيرة من الموسم الدراسي الحالي والتعامل بجدية ومسؤولية مع المحطة المخصصة للدعم والتقوية وذلك من أجل تمكين بناتنا وأبنائنا من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق تدرج بدغجي اللازم وتجنيبهم التعطرات التي يمكن أن تصادفهم مستقبلاً وفي هذا الصدد ستخصص الوزارة كذلك شهر شتين بالمقبل لاستدراك والدعم التربوي الحضوري سعياً منها لتقوية مكتسابتهم وتمكنهم من متابعة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف سيدات والسادة المستشار المحترمون إن الارتقاء بالتعليم عن بعد مستقبلاً ومأساسته يقتضي تقييماً جدياً وموضوعياً لهذه التجربة لرصد مواطن القوة والضعف والتفاعل الإيجابي مع كل ملاحظات والاقتراحات بهذا الخصوص بما فيها طبعاً ما سنتوصل به من مجلسكم الموقر وفي هذا الصدد فإن الوزارة أطلقت في مرحلة أولى استطلاع رأي موسع عبر منصة تعليم عن بعد وكذا عبر موقعها الرسمي يهم التلاميذ والأساتذة والأسر حيث من المنتظر أن تمكن نتائج هذا الاستطلاع من معرفة كيفية تعامل المتعلمين والمتعلمات وأولياء أمورهم وأساتذتهم مع هذا المستجد الذي تم خلاله تعويض تمدر الحضوري بصفة مؤقتة وفي الأخير أود أن أتوجه بخالص عبارة الشكر والامتنان لجميع الأساتذة والمكونين والمفتشين وجميع الأطل التربوية والإدارية والتقنية مركزياً وجهوياً وإقليمياً على انخراطهم اللام شروط في جميع التدابير التي اتخذتها الوزارة والتي سعت إلى ضمان السمراري البداغوجية كما أشد على أيديهم بحرارة لما بدلوه من مجهودات ولما أبنوا عنه من حس وطني عالي وبمبادرات متميزة مكنت من مواصلة العملية التعليمية في هذه الضرفية العصيبة الستنائية الشكر موصول أيضاً للأسر على المجهودات المبدولة من أجل مواكبة بنتها وأبنائها بتوفير الظروف المواتية لهم من أجل ومتابعة دروسهم من تضام ومواصلة تحصيلهم دراسة عن بود كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى شركائنا في تفعيل آلية التعليم عن بود وخاصة الشركة الوطنية إدعاءة الفزو المغربية وجامعات محمد السادس متعدد تخصص التقنية ووكالة المغرب العربي للإنباء والمبادرة الوطنية للتلمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهض بالتعليم الأولي والمنتخابين وبعد شركاء الدوليين وجمعية المجتمع المدني وكذا العديد من مؤسسة القطاع الخاص التي ساهمت بمجموعة من الموارد الرقمية على كل ما قدموه من سهيلات ومن دعم تقني ولوجيستي وفني من أجل تيسير استفادة جميع تلميذات التلميذ من الدروس المصورة في أفضل الظروف الممكنة وكذا مختلف وسائل الإعلام الوطنية على مواكبتها الجد والمسؤولة لهذه العملية كما أنوه عالياً بالجهود الجبارة وتضحية الجسام لجنود الصفوف الأمامية من ميهني الصحة وأفراد القوة المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات المحلية سائل العلي القدير أن يتقبل ضحايا هذا الوباء في عيدات الشهداء الصالحين وأن ينعمل على المصابين بالشفاء العاجل وفي الختام أدعو الجميع إلى المزيد منتعبئة والانخيرات في هذه الملحمة الوطنية الغير المسبوقة حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة العابرة والعمل سويا على خدمة مواطنين وتنزيل خارطة الطريق التي وضعها صاحب جلال محمد السادس صلى الله وعيده من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا والسلام عليكم شكرا سيد الوزير في إطار التعقيب على جواب السيد وزير وأعطي الكلمة للفريق الأسرة والمعسرة تفضل السيد المستشار شكرا سيد رئيس في البداية لابد أن نفتخر معكم السيد الوزير المحترم معكم بهذا التضامن وهذه التعبئة الغير المسبوقة التي كانت بين مختلف شرائح المجتمع المغربي وراء جلالة الملك في مواجهة هذه الكارثة هذه الجائحة كذلك لابد أن ننوه